تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنيئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للعمل البرلماني وأعرب رئيس مجلس الشورى عن خالص التهاني وتبركات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة وعن عظيم شكره وتقديره لسموه للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي عكس توجيهات سموه المخلصة للارتقاء بمملكة البحرين والنهوض بها في المجالات كافة وأشهد معاليه بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس الشورى والذي جاء نتاجه العديد من الإنجازات والتي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله سائلا المولى عز وجل يحفظ سموه وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يحفظ الوطن الغالي ويديم نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء عليه